عندنا كمان الانتخابات اللي موجودة بإذن الله سبحانه وتعالى في روسيا وزي ما حضراتكم عارفين أن الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتن خد قرار أنه يخوض هذه الانتخابات والحقيقة أنه اتصل تلفونيا بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي طيب ماذا تناول هذا اللقاء؟ بالتأكيد هذا اللقاء أو أسف هذا الحديث أو هذه المكالمة الهاتفية بالتأكيد تناولت الفترة اللي جاية تناولت الملف بتاعنا في المنطقة ألا وهو الصراع العربي الصهيوني في المنطقة هذا الصراع الدائر التوازنات اللي موجودة في المنطقة هنعمل إيه مع القرار بتاعت مجلس الأمن هنتصرف إزاي خلال الفترة اللي جاية إلى آخره بالتأكيد المشهد الانتخابي لازم هيفضل فرض نفسه وبالتأكيد فرض نفسه ولو حتى من باب المناقشة السريعة ما بين الرئيسين فخمة الرئيس عبدالفتح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتن